يأتي العيد هذه المرة بظروف اقتصادية كما تعلمون صعبة وتتفاقم الأزمات الخدمية وغيرها من الأزمات الكثير من طقوس العيد المألوفة في المجتمع اليمني عموما والعدني خصوصا لم تشهدها هذا العيد منها ضبح الأضحياء الكثير من الأسر غالبية الأسر لم تضحي هذا العام كذلك الملابس الجديدة للأطفال كانت أمر صعبا على كثير من الأسر لكن العدنيين بطبيعة الحال يجدون انتزاع الفرح رغم كل الظروف السواحل ممتلئة بالمرتادين من الأهالي وأيضا الحفلات التي يقيمها الشباب شباب عدن دائما سباقين كما تلك لوحة بهيجة في المعلقة في صناعة هذه الأقواء نعم غالبية في الأعيادة السابقة كانت تقام الاحتفالات في الحدائق والمنتزهات والمطاعم لكن هذه المرة الاحتفال اقترب من الشارع كثيرا اقترب من الناس وكان مهرقان شلال السعادة كما سماه المنظمون بإطلاق أربع ألف بالونة شهد حضورا لافتا وغير متوقع شارع المعلة الذي غالبا ما يشهد مظاهرة سياسية كان بالأمس يشهد مظاهرة للفرح مظاهرة لحب الحياة والألوان التي تعبر عن حبهم للحياة نعم طيب بالحديث عن السياسة وبالحديث عن الأوضاع عموما يعني رئيس الحكومة أعلن أن صرف مرتبات العسكريين والأمنيين والمدنيين مستمر بشكل منتظم هل يذهب الناس والعسكريون إلى أماكن الصرف ليستلموا المرتبات التي تأخرت كما يبدو عليها؟ نعم وقيها وصول طائرة المرتبات قبل يوم من العيد وضع الناس ومعظم الموظفين في وضع حرق أيضا القهات التي تستشعر المسؤولية بعض القهات قررت الاستمرار في صرف الرواتب أول أيام العيد وإلى اليوم بعض اللقان الأمر يخضع لمزاقية القهات التي بعض القهات العسكرية والقهات الحكومية قررت صرف الرواتب وبالأمس كانت طوابير الموظفين للرواتب موجودة في أكثر من معسكر وأكثر من مرفق حكومي بعض القهات تماطل الموظفيها وتحتجز المبالغ المخصصة للرواتب إلى أقل غير مسمى وهذه الأموال عندما تحتجز يتم المضاربة بها ويتم استثمارها في البنوك وهي مبالغ طائلة في الأمور المالية عندما تتأخر من المعروف أن تتم المتاقرة بها وهذا الأمر أعتقد غير خاضع للرقابة والوضع بشكل عام الوضع المالي يخضع لمزاقية تعدد الأطراف يعني أنت تحدث عن أمر مهم آدم نعم يعني هل من المعروف بالنسبة للمواطنين في محافظة عدن في العاصمة المؤقتة من هي الجهات التي تقوم بذلك؟ هل تعرف هذه الجهات بالنسبة أيضا للحكومة الشرعية التي تتحدث على أن صرف مرتبات العسكريين والأمنين والمدنيين يتم بشكل منتظم حتى في العيد؟ وقي هنا يعني شيء آخر يتحكم بصرف المرتبات الفصائل والأجهزة التي ستحدث قلق للحكومة يتم الصرف لها سريعا مثل النقاط النقاط الأمنية المنتدة في مداخل المديريات وفي خط عدن تعز وما بينهما لحد هذه النقاط قررت أن تقفل جميع الطرقات إن لم تسلم رواتبهم اضطرت الحكومة أن تسلم رواتبهم بسرعة كبيرة بينما هناك جهات عسكرية وكتائب وألوية يتم تأخيرهم لأنهم ليسوا بذلك التأثير الكبير كأن الحكومة تستفز وتدفع الناس إلى القيام بطرق ابتزازية لصرف رواتبهم وهذه الطرق الاحتجاجية على العموم هي من حق المواطن وخارج نطاق إرادته بالرغم من أنها مخالفة للقانون مثل قطع الطرقات مثل بقية الطرق الاحتجاجية الظروف الناس الصعبة تقع لنا لا نحكم على أي إجراء يتخذه الموظفون إزاء هذا الأمر نعم أدم طيب يعني عندما نتحدث عن الأوضاع الاقتصادية هناك يعني ربما ما يمكن الحديث على أنه تفاؤل في حال تسريع عملية صرف الرواتب لكن على المستوى القدرة الشرائية كما يعني يقول الاقتصاديون هل الناس عندما يخرجون إلى هذه الأماكن إلى السواحل وما شابه هم قادرون على الصرف وقادرون على الشراء أم أن الأمر شهد تراجعا بالمقارنة بأعياد أخرى أعتقد الأسعار ارتفعت خصوصا البضائع المستوردة من الخارج خضعت لسعر الدولار والعملة القنبية وهذه الأسعار أثرت على القدرة الشرائية بالتأكيد يعني قياس القدرة الشرائية للمواطنين ليس بالأمر السهل لكن حتى على مستوى الألعاب الأطفال حتى على مستوى الألعاب النارية والمتفجرات هذه التي يعني من سمات الطفولة شهدناها منذ الصغر هذا العيد شهدت غياب كبير لألعاب الأطفال المرتبطة بالعيد كما رأينا في الحواري بقية الأمور في السواحل أعتقد الأسر العدنية تحديدا هي أسر اقتصادية وتنظم الصرف بحسب الدخل لكن وكثير من الأسر يلقاؤون إلى الصناعات المنزلية وعدم شراء المستلزمات والمأكلات والمشروبات من الخارج هذا الأمر معروف بالأسر العدنية منذ فترات سابقة منذ فترات ما قبل الوحدة يعني هناك جانب اقتصادي معروف تعرف به الأسر العدنية لكن على المستوى الأساسيات هناك أيضا أزمة لا تقع المقال لشراء الكماليات والأشياء المتعلقة بالعيد